هل هي عودة للحراك الليبي في زمن سمي بالربيع العربي؟ مظاهرات ومسيرات شعبية اختلفت توجهاتها وتناقضت مطالبها جابت شوارع وميادين طرابلس وضواحيها لافتات تدعو لتغيير حكومات وأخرى تدعم مرشحين للرئاسة وثالثة تطالب بتوفير متطلبات المعيشة الأساسية في كل العهود التي أعطاها إلى المواطن الليبي اليوم كما يعلم الجميع يقفون أمام المصارف لا يستطيعون تأمين حياتهم الحروب اليوم في ليبيا زادت عما هو عليه بالسابق اليوم ننظر لأيضا داعش يبحث عن مكان لوجوده بعد أن انتهى في سرط الأسف الشديد ما فعلت بين الحكومات المتعاقبة هو من سيء إلى أسوأ وما فيش حاج منه ينظر إلى حالة المواطن الكادح المواطن اللي يعاني من ألم إلى ألم سراع سياسي زاد من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وأحدث فراغا أمنيا يخشى المتابعون أن تستغله الجماعات الإرهابية لتجميع صفوفها من جديد خاصة بعد تحرير سيرت وهروب فلول داعش إلى جنوبها حيث استهدفت القوات الأمريكية مؤخرا بغارات جوية مقارا تابعة للدولة الإسلامية ولتنظيم القاعدة تعقيدات أمنية وسياسية ما زالت تقف عائقا أمام حوار الفرقاء وسط توقعات متفائلة بخارطة الطريقة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة لجمع الخصوم بمن فيهم أنصار النظام السابق إلى طاولة واحدة يشكل اجتماعكم اليوم فاتحة تلك الخطة إذ أن اتفاق الصخراط وهو مرجعنا وإطار عملنا بات بحاجة إلى تشذيب يجعله أفضل تواؤما مع التحولات التي عرفتها ليبيا منذ إقراره ولا ريب أن شرعيته ستتعزز لو تمكننا من إقناع العدد الأكبر من الليبيين من تبنيه واعتماده وتأييده ست سنوات مرت اختبر خلالها الليبيون محنة الأمن والسياسة المتهالكتين لكن توحيد الجهود السياسية ومواجهة خطر الإرهاب ما زال الأمل المتبقي أمامهم